اكثر من اربع سنوات مرت على اعلان استعادة الموصل من سيطرة تنظيم داعش وحال هذه المدينة المنكوبة من جراء الحرب لم يتغير حياة على الهامش تلك التي نعيشها يقول سكان المدينة القديمة الذين ما زالوا يطالبون الجهات الحكومية بتعويض مالي يكفل لهم اعادة بناء منازلهم لكن دون جدوى انا المواطن من منطقة دشت بارقة منطقة قديمة بالموصل والدمار كامل بالمنطقة بالنسبة للجنة التعويضية تطلع بالواسطة تطلع تعيين تطلع تعيين لك بالواسطة لا ينطيك تعويضات وبيا روتين قاتل يذبحك ذفع وصل الحال بسكان الموصل ان يطالب الجهات الحكومية برفع الانقاض والمخلفات الحربية فقط ليتسنى لهم بناء منازلهم مستقبلا وفضلا عن حرمانهم من التعويض المالي ورفع مخلفات الحرب ما زال سكان الموصل يعتمدون على الاقتراض ليؤمنوا قوت يومهم نتدين فلوس نأجر لنا بيت نتدين فلوس نصرف للدكتور نتدين فلوس ناكل هاي اربع سنين مدير دائرة تعويضات نينوى محمد محمود العقلة يعلنها صراحة بان الحكومة في بغداد غير جادة في قضية تعويض ضحايا حرب الموصل المشكلة والخلل في الحكومة الاتحادية التأخير سببه هو موضوع التخصيص المالي في تعويضات الممتلكات خاصة جنابك ذكرة المنطقة القديمة في السنوات الثلاثة الاولى لم تكن هناك جدية من قبل الحكومة لتعويض المتضررين كان الامر يعني بعيد كل الوعد عن الواقع اللي تعيشه محافظة نينوى ولمعرفة سبب استمرار معاناة سكان الموصل فقد تكفي الاشارة الى ان الاموال التي قدمت في مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار المحافظات المنكوبة عام 2018 ابتلعت بصفقات فساد وعمليات اختلاس واسعة نفذها مسؤولون حكوميون بالتعاون مع المكاتب الاقتصادية التابعة للميليشيات